قبل أن نتحدث عن تصريحات الرئيس قيس سعيد وكلمة له يوم أمس دعنا أيضا نتحدث عن الأمر الحالي والخبر الرئيس في تونس وهو كما ذكرنا في بداية الحديث بطاقة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق منصف مرزوق كيف تعلق على هذا الأمر؟ حقيقة مسافة البطاقة هذه تتمثل في نتاق أوسع نتاق الإجراءات الاستثنائية حكومة الحكومة الأستثنائية ورئيس الجمهورية اللي الآن خلقوا تقريبا كل الأجمال تونسي حول لحظة 25 جيليا وما تلاك حقيقة رئيس الجمهورية يذهب بالسرعة القصوى نحو إيجاد ديكتات ورية يمارس من خلالها لمحدد كل سورة التنفيذية والتشجيعية ومخيرا القضائية إن كان لما قام به رئيس الجمهورية من حسنة فهو حسنة التسريع لكشف حقيقة أن هذه سلطة سلطة العمر الواقعية ليس من اهتماماتها أو اول اهتماماتها المسألة المسادية ومسألة انقاط البلد بل هي بصدق تصفير حسابات سياسية لا تسمن ولا تغني البلد من الجوع الذي هو نفس الشديد لقب العالم لكن يعني استمعت إلى تصريحات وحديث المنصف المرزوقي قبل قليل عرضناها كان مع قناة الجزيرة وذكر بأنه هذا القرار غير قانوني ويفقد وفاقد للشرعية وأيضا سيواصل مواجهة هذا الرئيس الذي وصفه بالدكتاتور الثالث في تونس ماذا عن القضاء اليوم في تونس؟ هو بعيدا عن التشخيص يعني طبعا هناك رمزية للرئيس الأسبق أستاذ المنصف المرزوقي الدكتور المرزوقي هناك رمزية مهمة جدا لأنه لا أحد الآن يمكن أن ينجو من الأحكام الاستردائية ومن حكومة الأحكام الاستردائية ومن رئيس المقاطرة الاستردائية وهذا عندها عكسات واضحة على الداخل والخارج يمكن أن المنطقة الديمقراطية التي يطلب في أمريكا لم تستدعى تونس له وهذه إشارة أخرى أيضا أن تونس بدأت أو الموقف الدولي بدأ يحسم أمره في اتجاه اعتبار أن ما حدث في تونس ليس من داخل الديمقراطية بل هو من خارج هل أنه هذا فقط كافي حتى أنه يرفع بشاوة على القيص صعيب ومجمعه أعتقد أن الوضع الاقتصادي هو أكبر مليل وأكبر عدو للفترة المقدمة إضافة إلى بداية التحرش بالسلطة القرارية والتي صدر في شأنها بيانة الملسطة على القرارة والتي أفاد بأن السلح القرارة مطلوب ولكن لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الأجهزة القرارية لا يمكن أن يكون عن طريق الأجهزة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية عند اختصات واضحة لا يجب أن تدخل لكن سيد لجويني بالنسبة للرئيس المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق التونسي الذي قاد تونس في مرحلة انتقالية هل يمكن التشكيك بنزاهته الوطنية؟ طبعا نختلف بالتونسي المرزوقي فيها أشياء كثيرة ولكن ما يمكن أن نترى به للرجل أنه قارع ديكتاتوريات سواء في عارة مرغيبة أو في عارة بنعلي قارع النمام الحكم الفردي قارع التفرض بالرأي قارع القمع ومحاولة استعمال الجزء السلطة والقوة الصلبة لفرض الرأي وفي حد ذاته هذا فقط يشهد لجول الرجل بأنه يعني رجل مدافع حطوك الإنسان وسيطه العالمي إضافة إلى الشهادات الدولية المتوادرة والعالمية سواء من أجوبة أو محاولين كم العادة من الديمقراطيات العليقة للرجل بعيدا عن هذا وذلك مواجهة إيقاف الشخص لأنه قال رأيه كانت بحاجاته ووصل مضعاته في جديد هذا النظام الاستثناء النظام الأحكام الأسفلية أعد أن أعلمتم هكذا وبالنسبة لهذا القرار الذي قال أنه فاقد للشرعية باعتقادك ما الذي يريده قيس سعيد في هذا إصدار مثل هكذا أحكام بحق شخصيك المنصف المرزوقي هي رسالة واضحة رسالة ترهيبية لكل الأصوات الحرة التي تصدح بالحقيقة وتحاول أنها تضح لممارسة اللاديمقراطية التي تتبرع وتتسكت بالدستور في حين أنها خارج عن الدستور وخارج عن نظام الدمقراطي ما نعيش الآن هو وضعية استثنائية ذرية فيها بالدستور في عرض الحائط سر الرئيس قيس سعيد سلة سيئة سيكون وزنها في رقبته وفي رقب رقبت كل من يساعدها للقناة لأنه في نهاية العمل لن نؤمن أن الرئيس المقبل لن ينقلب على المشتور الذي قد يكون جديدا وبذلك ندخل في دوامة وفي سلسلة من التأويلات وسلسلة من التأويلات التي لارت منها بداية والتي خطها قيس سعيد الشديد ولكن لن نعرف أنها دعنا سيد لجويني نتحدث عن تصريحات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد ونستمع إلى ما قاله ونعود ثاني للنقاش وتحليل هذا الخطاب منه إذن حتى يكون جاهز هناك تصريحات سيد لجويني للرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه اختصار الفترة التدابير الاستثنائية التي اتخذها منذ الخامس والعشرين من تموز يوليو الماضي دون نكشف عن التفاصيل أخرى باعتقادك اليوم هل بالفعل الرئيس هو يذهب إلى خطوة الوراء او انه ما زال مصر وماضي في قرارات ستنائية الحقيقة الرئيس لا يتكلم وينتكلم فيتكلم في اتجاه واحد يبص دون ان يستمع ويكلم بمنطق الاستاذ الذي يكلم من التلام نمتاعه الآن الوضع الجيل الوضع اعتقد انه انتلاقا من حملات التي يتم بها الحواريين بتاعه ويبشرون بنظام جديد غير موجود في اي بلد الملدان العالم كله هو اقرب بالنظام الجبهير الذي كان موجود في ليبيا الشقيقة والذي شفنا جميع المل الذي أدى به الى هذا البلد رغم الثروات الطائرة والمساحة الكبيرة بتاعه اعتقد انه مذور هذا الانقلاب موجودة في هاي الكريف وموجودة في الناس باسمه موجودة في الفوضة المصطرحية ما هيش واضحة عند الناس اللي قائدون بفضل عما يمدون في مصطر ما يجري الان من مذكرة البطاقة الدولية لاعتقال الرئيس الاسبق منصف مرزوقي مع تصريحات الرئيس الحالي قيس السعيد واختصار الفترة الاستثنائية والقرارات الاستثنائية في البلاد السؤال الذي لم يجاوب عليه حتى اللحظة لنقول هل اتضح الى اين تسير البلاد بالأسر الشديد بالخطاب الذي يتخذ رئيس الجمهورية بخروجه عن الدشتور ينمج جميعا الى دولة القانون والنمؤسسات هذا الرئيس الاسبق خرج عن الدشتور خرق الدشتور خرق الاجباع الشعبي ومزال الماضي في هذا الخرق بتحديم الرئي العام بالفارق اقل ما تكون الى تسعير الحرب والاحترام بين التونسيين في وقت اللي نحتاج فيه اكثر من الوقت اكثر من المضاع الى نحم الى وحدة بين التونسيين بالاجل القاضي البلد مبهوثي زد على ذلك الوضع الاختصادي الكارث والصعب والذي لم تفتح لاجله اكياس الرز التي كان افترضا انها تأتي لانه مفاتيحها في واشنطن واشنطن حسب ما ظهر في هذه التقالية الأخيرة لن تسلم المفتاح لاجل توفير الروس فهذا المأزق اللي وضع قيس سعيد نفسه فيه ووضع البلد معه فيه هو مأزق غير مسبوخ سواء داخلية سواء داخلية سواء في السياسة الحديدية الموسية التي أصبحت للأسف الشديد ترجمة نانسي قنقر